اشتركوا في القناة للمأكولة السريعة معروفا بحي الامل على ضوء تقرير للجنة المراقبة التابعة لمكتب حفظ الصحة والتي حلت بالمطعم ووقفت على الظروف الغير سليمة لاعداد الواجبات التي يتم تقديمها للمستهلكين والزبائن وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة التي اوضحت ان اللجنة التي حلت بالمطعم مساء اول امس لاربعاء ووقفت على عدد من الخروقات التي تهدد سلامة وصحة المستهلكين حيث تم حجز كمية مهمة من الدجاج الفاسد بالاضافة الى مواد يتم استعمالها في الطبخ وعدد من المواد الغذائية الفاسدة وبيّنت ان اللجنة وقفت ايضا على ظروف تخزين وتبريد الاطعم حيث تم تسجيل انتشار الحشرات والغياب التام للنظام الضروري كنتم مع نشرت اخبارية الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة